اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دورة تعليم برنامج فوتو شو بالمستوى المتقدم اول امر في هذه المحاضرة هو الاسمارت اوبجيكت او الطبقات الذكية لو فتحنا صفحة جديدة من File New بمسافة للعرض 700 والارتفاع 1300 والدقة Resolution 72 ونظام اللوني RGB Color نحاول نفتح صورة اخرى File Open نختار مثلا هذه الصورة هذه الصورة لو حاولنا نسخها ولصقها في هذا المكان من خلال Select All و Edit Copy بعدين Select أو Edit Paste نلاحظ انه هذه الصورة صارت في طبقة مستقلة لاحظ هذه الصورة صارت في طبقة مستقلة طبعا حتى نستنسخ هذه الصورة عدنا عدة طرق يأما Click Amen على الصورة ونختار Duplicate Layer اي مضاعفة الطبقة لاحظ ان الطبقة راح تتكرر بطبقة اخرى نقدر نسحب هذه الصورة او من خلال الاختصار Alt طبعا نخلي الماوس على الصورة نضغط Alt طبعا راح نلاحظ ظهور ماوس اخر خلف الماوس الرئيسي باللون الابيض ومع الاستمرار على الضغط على المفتاح Alt نسحب ويفضل انه نضغط Shift حتى تنزل الصورة بنفس المستوى ونترك المفتاح Alt وShift ونترك Click نلاحظ انه الصورة الاولى اللي هي الطبقة الاعتيادية هذه Layer 1 لو حاولنا تصغيرها بهالمكان واكدنا عملية التصغير من خلال الضغط على المفتاح او علامة الصح ورجعنا تكبير هذه الصورة مثلا بهالشكل ونضغط على المفتاح صح ايضا لاحظ ان الصورة عند التصغير والتكبير راح تفقد دقتها مثل ما تلاحظون الفرق بين هذه الصورة وبين هذه الصورة لو كررنا هذه العملية مرتين او ثلاثة لاحظ في كل مرة راح تفقد دقتها بشكل اسوأ اذا تلاحظون انه الصورة في كل عملية تصغير وتكبير راح تفقد الدقة بسبب امتزاج البكسلات او النقاط مع بعض وبالتالي راح تختلط الالوان مع بعضها وتولدنا عملية البلور او التشوهات الداخلية للبكسلات او البكسل وبالتالي هذه العملية تؤدي الى تشويه الصورة طبعا مثل ما تلاحظون ان الصورة اصبحت سيئة جدا جدا سيئة فحتى نحافظ على دقة الصورة عند التصغير والتكبير نطبق الامر سمارت اوبجكت او نحول الصورة من صورة عادية طبقة عادية الى عنصر ذكي سمارت اوبجكت من خلال تحديد الصورة طبعا بالبداية ونختار كونفيرت سمارت اوبجكت التحويل الى عنصر ذكي لاحظ انه راح تظهرنا علامة فلوبي على الطبقة هذا يعني انه هذه الصورة هي سمارت اوبجكت عنصر ذكي لاحظ انه هذه الصورة خالية من هذه العلامة انها صورة اعتيادية او طبقة اعتيادية لاحظ هذه الصورة لو قمنا بتصغيرها وضغط على المفتاح صح التأكيد ومن ثم تكبير هذه الصورة نلاحظ انه الصورة تحتفظ بدقةها طبعا هذه الخطوة والعملية مهمة جدا جدا في التصميم حتى نحافظ على دقة الصورة ونقدر من خلال تحويلها الى سمارت اوبجكت ومثل ما تلاحظون كل ما نصغر ونكبر الصورة محتفظة بالدقة ولا يتم امتزاج الالوان واختلاط البيكسلات وامتزاجها مع بعض وبالتالي الصورة محافظة على نفس الدقة مثل ما تلاحظون طبعا حتى نرجع هذه الصورة الى صورة اعتيادية من خلال نضغط كليك ايمن على الصورة ومن ثم اي طبقة ومن ثم نختار رسترائز لير التحويل الى طبقة اعتيادية طبعا بعد ما حولناها الى طبقة اعتيادية مثل ما تلاحظون انه لو صغرناها ورجعنا كبرناها نفس الامور راح ترجع تشوه الدقة فقلنا افضل حل هو تحويلها الى smart object الامر الثاني هو الامر كوبيمرج طبعا لو فتحنا ملف جديد وليكن بمساحة عرض 1000 بيكسل وارتفاع 750 بيكسل والرزوليوشن راح يكون 72 النظام اللوني RGB ومن فايل اوبن لو فتحنا صورة وليكن هذه الصورة واخذنا نسخة من هذه الصورة الى الملف الجديد من خلال select all edit copy وفتحنا الملف الجديد edit paste لاحظ هذه الصورة اصبحت في هذا المكان لو من خلال اداة الت حاولنا نكتب كتابه وليكن بحجم 30 او 36 مثلا photoshop ممكن انه نكبر الحجم الى 70 او ممكن وممكن نخلي المساحة بالمنتصف نلاحظ انه هذا العمل يحتوي على ثلاثة طبقات الطبقة الاولى اللي هي background الطبقة الرئيسية الطبقة الثانية اللي هي layer الخاص بصورة السيارة والطبقة الثالثة اللي هي طبقة التكست الخاصة بالكتابة photoshop طبعا لو من خلال الامر rectangle حددنا هذا الجزء ورحنا الى الامر edit كوبي نلاحظ الامر كوبي غير مفاعل ليش لان ما محددين اي طبقة حتى نستنسخ من عدها مثلا لو حددنا هذه الطبقة اللي هي background راح نلاحظ ان الامر كوبي راح يتفاعل لو اختارنا copy وفايل نيو فتحنا صورة جديدة او فتحنا طبقة ملف عمل جديد ومن edit بيست راح نلاحظ انه راح تنظاف ااا او راح يلصق انه الجزء الخاص المحدد من background او لو حددنا صورة السيارة وأخذنا كوبي لو فتحنا ملف جديد أوكي رح نلاحظ أنه لما نضغط على بيست رح يلصقنا الصورة الخاصة بالسيارة فقط لو ردنا نستنسخ كل الطبقات هذا التصميم أو هذه الصورة معا من كامل هذه الطبقات في آن واحد من أدت نختار كوبي ماريج كوبي ماريج هو معنا استنساخ هذه المنطقة من كل هذه الطبقات لو رحنا على فايل فتحنا ملف جديد أوكي ومن أدت بيست رح نلاحظ أنه البرنامج رح يلصقنا كل الطبقات المحددة بالمساحة الجديدة لو فتحنا ملف جديد مساحة جديدة وليكن ألف بيكسل في سبعمية بيكسل وطبعا الدقة 72 والنظام اللوني RGB لو أردنا إضافة صورة على هذا العمل نفتح فايل Open ونختار هذه الصورة طبعا بعدها من Select All Edit Copy ونذهب إلى المساحة الجديدة و Edit Best أو نقدر نضيف صورة بشكل مباشر على هذه الطبقة دون الحاجة إلى فتح صورة والأمر Select All و Copy Paste من خلال الأمر File Place من خلال الأمر Place استدعاء نختار الصورة اللي يريد نستدعيها ولدكن هذه الصورة ونلاحظ أنه هذه الصورة رح تظهر بشكل مباشر فقط نضغط على العلامة الصح ونقدر نتحكم بهذه الصورة طبعا لاحظ أنه وجدت مباشرة على هذا العمل بطبقة جديدة ولكن مثل ما تلاحظون أنه هذه الصورة أجت على شكل عنصر ذكي Smart Object نقدر التخلص من العنصر الذكي من خلال Click Amen ونختار Restorize Layer الأمر التالي هو Replace Content طبعا لو أردنا تغيير هذه الصورة بصورة أخرى من خلال تحويل هذه الصورة إلى عنصر ذكي طبعا أضغط Click Amen على الصورة واختيار الأمر Convert to Smart Object طبعا بعد ما حولناها عنصر ذكي نقدر نضغط عليها Click Amen ونختار الأمر Replace Content ومن ثم نختار الصورة الجديدة راح نلاحظ أنه البرنامج راح يستبدل إنه هذه الطبقة بطبقة أخرى تحتوي على الصورة الجديدة طبعا هذه المحاضرة لا تحتوي على تطبيق فقط للمشاهدة التحضير للمحاضرات القادمة اللي إن شاء الله راح تحتوي على تطبيقات رائعة وقوية جدا إن شاء الله انتظرونا في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر